الصدق دائما و أبدا في الزواج يعني يكون نتيجته ثمار طيبة أما أن تكذب فعلم تمام العلم أن هذه الأسرة لن تدوم لماذا أخي الحبيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالصادق الأمين هكذا كان يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدق مطلوب فطبعا أنت يا أمو محمد طالما ما قبلتيش أن بنتك تشتغل في بيت العيلة أو أن هي تشيل مسؤولية أمه و أبوه و أخواته فهذه حرية و الخطبة هذه فترة اختبار و دائما و أبدا عندما تبنى الحياة على الصدق يكون لها الدوام و عندما تبنى على الغش فتكون هذه الحياة هشة و يكون الطلاق أقرب شيء و لا حوله و لا قواته إلا بالله فإن شاء الله ما عليك أي شيء و هذا حقك أن تطلب أن لا تعمل ابنتك في بيت العيلة لأن هذه الزوجة يجب أن تخدم زوجها فحسب يعني الزوجة دايما إن تفضلت و خدمت الأب اللي هو حماها و حمتها و أخوات الزوج فهذا تفضلا منها لأن المطلوب منها خدمة الزوجة فحسب تمام